محور حافل بالتهم لبناتكم ولأبنائكم وانتسبي قوة الشرطة وأنا كنت أتمنى بثامر يقول لي أنس هذه موقع هنا وهذا موقع هناك وحاسب المقصري لأن تحصل ممارسات تعسف وأنا نقبل فيها ونعاقب عليها ونأخذ إجراءات فيها لكن لأنها أطلقها أخي بثامر بعمومية على منتسبي وزارة الداخلية سيداتي وسادة فأنا أرفضها يقول خرق العدالة إجراء تحريات كاذبة وبلغات زائفة اعتقال أشخاص خارج إطار الشرعية والقانون استعمال القوة والتعذيب الجسماني هذه الجرائم الذي يدعي المستجوب أنه عموم منتسبي وزارة داخلية هذي لا يحتاجون التشجيع منه خصوصا في هذه الأيام التي نحن قاعد نشوفها كلكم تشوفونهم يأكو تصرفات وحالات فردية تتجاوز الضوابط ورح أبيلكم إجراءاتنا ضدها هذه حالات شاذة غير مقبولة لكن التعميم بهذا الشكل على أبطال كورونا أنا أعتقد أن أظلم كلكم شفتوهم خلال أزمة كورونا شفتوا وكفتهم بالحضر والحجر والحراسات بالحر برطوبة برمضان والله العظيم يا نقطة العرق اللي تصب من الجبين واحد فيهم تسوى عندي ماي الأرض كله وأقسم بالله أني أخجل خصوصا الأيام الأخيرة وأنا أمر عليهم على نقاط التفتيش يشوفون الجهد شون مبين عليهم وكلكم عندكم أبناء هناك وتعرفون هذا الشيء أنا أتساءل المصلحة من هذا التشكيك بعمومة كذي الرسالة شنو رجال الداخلية هو يفترض يكون أقرب الناس لهم زاملهم سنوات عديدة اليوم صار نائب يهاجمهم اليوم وبعد كل هذه الجهود طوال الأشهر اللي طافت وللا زالت مستمرة يفترض أن نوقف ونشد على أيدهم موسرد سيل من الاتهامات وبعمومية حالات فردية تحصل نعم هذا الأمر يحصل في العالم كله شفنا حالات شفنا تجاوزات المظاهرات اللي صارت في دول العالم أكبر دول العالم أثناء كورونا عندما تم التعامل مع شخص بقسوة وبإفراط أدى إلى وفاته الكويت في هذا دستور قانون ومراقبة من مجلس الأمة وصحافة وإعلام حر مواطنين شرفاء وإجراءات الوزارة تخضع للقضاء وعندنا هيئات مجتمع مدني وعندنا ديوان حقوق إنسان يستطيع أي شخص اللي جوء لها تقديم شكواه إذا تعرض لمخالفة أو تعسف في حقه ترجمة نانسي قنقر